للقرآن أثر للقرآن روح تزيد روحك نورا ولن يتم هذا النور إلا بالبذل والعطاء لذا عليك كل يوم أن تتصدق ولو بالقليل فقليل مستمر خير من كثير منقطع يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل كان أكثر الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء يعني بئر بالمدينة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها وكان ماء طيبا فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءِ وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ أَرْجُوا بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهِ فقال رسول الله عليه وسلم بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ولا عجب فكان هذا دأب من كان قبلنا وهذا كان وقع القرآن على قلوبهم